اهلا ميزا عليكو انا احمد كمال انت افلام طبعا الحلقة دي بناءا عن ملك خاطر ايوا اللي كانت عاملالي كومنتات كتيرة جدا غالبا كل حلقة على حلقة مصرح مصر او نجوم مصرح مصر وطبعا كلكو اغلبية بتوع افلام برضو كتابولي الكومنتات دي وبيعملوا لايك على طول على الكومنت بتاع ملك فانا عشان خاطركم طبعا وعدتوكو ان انا كده كده هعمل لكم الحلقة دي هنتكلم عن مصرح مصر ونجوم مصرح مصر وابتدو ازاي ودلوقتي مين النجوم اللي نجحين فيهم جدا وبقاهم يعملوا بطولات لوحدهم ونشوف موضوع مصرح مصر ده اثر قد ايه في موضوع المصرحيات عموما بس قبل ما ابتدي حلقة بتوع افلام عايزكم بقى تصبتوني لايك وشار وسبسكرايب للقناة لو اول مرة وعايزك تشارك على انستجرام بيج والفيسبوك بيج وتدوس على جرس التنبيهات عشان تجيلك الحلقة اول باول ويالله بينا نخدش في الحلقة سنة 2013 اتفاجئنا كلنا يا جماعة وشوفنا مصرح جديد بقيادة القائد الكبير جدا اشرف عبدالباقي وشوفنا نجوم ووجوه جديدة لسه طلعين معايا وهم الابطال معايا في المصرحية مش مجرد بيقولوا افهات بس زريفة كده ويطلعوا يقولوا كلمتين ثلاثة كده في مصرحية اشرف عبدالباقي لا دول هما الابطال مع اشرف عبدالباقي ونزلت سنة 2013 تحت مسمى اسم تياترو مصر وكان بيتعرض يا جماعة ساعتها لو انتوا فاكرين على قناة الحياة وفاكرين طبعا تياترو مصر ابو الليف كان هو بيقول تياترو مصر كده ومن بعد نزول الحلقة الاولى الناس قالت ايه ده ده مصرحية جامدة وايه الشباب اللذيذة دي وايه الجمال ده وايه العلوة دي وايه منجها دي لا احنا نتابعه ونشوف الجمعة اللي جاية الحلقة اللي بعديها او المصرحية اللي بعديها وكانت برضو من ضمن المميزات تياترو مصر ان كل اسبوع بيبقى مصرحية مختلفة وعرض مختلفة ومن كتر النجاح اساسا وصلوا لأكتر من واحد وعشرين عرض في الموسم الواحد ودي برضو كانت حاجة جديدة بالنسبة للمشاهدين اللي كان فيه فترة جفاف غير طبيعي في المصرح في المصر في الفترة اللي فاتت ولو كان اخر حاجة الواحد كان يتذكرة كان مصرحية عادي الامام بودي جارد اللي يعني مفيش حد من الصحابي او اي حد اقوله وشفت يقولي اهان دخلتها انا صغير بس مش فاكر الا حصل فيها انت فاكر عمر زايد فاكر يا جماعة والله دي حاجة جميلة طب ايبقى قولي بعشن المصرحية دي المهم مع نجاح المصرحية والناس ابتدت تتفرج وتتعلق اكتر بالابطال وبالمصرحية وبالسكتشات وبالإفهات وكل الكلام ده لأول مرة من ساعة مثلا برنامج البرنامج تعباسم يوسف كتير جدا من الشعب المصري او من المتفرجين لحاجات المصرح والافلام ومحبي الفن عموما بقوا يتفرجوا ويجتمعوا كل جمعة برضو يتفرجوا على تياترو مصر وتياترو مصر فضل لمدة موسمين بعديها اتنقلت عشان كان في بقى خلافات انتاج من بين الحياة وكامعا لاينا يعني حاجات مالناش دعوة بيها وتحول الاسم من تياترو مصر الى مصرح مصر وتعرض بعد كده وحقق النجاح الأكبر وأكبر على قناة NBC مصر وطبعا الوجوه الشابة اللي كانت طالعة مع أشرف عبدالباقي ساعتها ودلوقتي بقوا معظمهم او 90% منهم بقوا من نجوم زي مثلا حبيبي محمد عبدالرحمن وايضا الفنان علي ربيع اللي كان عامل بومنج قبل كل النجوم اللي انا هكلمكوا عليهم دول وكانت كل الناس بالنسبة لهم ده صاروخ الكوميديا القادم علي ربيع يا جماعة فعلا لو تفتكروا في الفترة بتاعت اول مصرح مصري دي كان علي ربيع حاجة كده اللي هو من الاخر كل الناس كانوا بيبعثوا بقى اللي هي مقاطع علي ربيع في مصر مصر ويشوف انت ايه والكلام ده وخد عندك افهاج كتيرة جدا زي مثلا انا الكبور يا حلمي بحر وحاجات كتيرة من اللي قلبك يحبها لكن من بعدها علي ربيع فضل مكمل على الكاركتر اللي هو فيه ده لدرجة ان فيه ناس كتيرة قالت خلاص ممكن تغير الكاركتر شوية واتمنى طبعا لو علي ربيع بيتفرج على الفيديو ده اتمنى ان هي نصيحة كده او رسالة من واحد من الجمهور بيحب الفن والافلام والسينما غير عشان سكة محمد سعد اديك شايف محمد سعد دلوقتي الواحد حزنان جدا على محمد سعد برغم ان كل الناس عارفين ان هو واحد من اتقل النجوم اللي في مصر كاداء وككل حاجة وزي ما انا جبت سيرة محمد عبد الرحمن في الاول توتا وشوفنا اخر اعماله كانت جمجوم وبمبم وبشوف الحلقة اللينك فوق اهو وشوف رأيه في مسلسل جمجوم وبمبم انتو عارفين ان انا من الاول ما ابتدت شانل هنا انا بحب توتا جدا 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 ومن اكتر ممسيين اللي بيدحكوني في الفترة الحالية الصراحة واللي جامد ان هو بيطلع في اي حتة او اي فيلم بيبقى كده كده بمبونية الفيلم او اضافة لاي فيلم وبيغير برضو الكاركتر ممكن يكون صوت واحد اه بس كل الكاركتر مختلفة عن كل فيلم مثلا او كل مسلسل وبردو من النجوم اللي انا بحبهم جدا في مصرح مصر الفنان الجامد جدا مصطفى خاطر لان مصطفى خاطر داخل في سكة عجباني اوي الصراحة وهو تنوع الادوار ودي الرسالة اللي انا قلتها لايه الفنان علي ربيع مصطفى خاطر زي ما شوفنا كان فيه اعلان لفيلم المونة زكي نازل قريب هيقوم غالبا بدور درامي بحت او دور سسبنس مفهوش غالبا كوميديا تماما وفي نفس الوقت هنشوفه فيلم العارف عودة يونس بتاع احمد عز والفنان احمد فاهمي هنشوفه بدور مختلف برضو ممكن يكون بعيد عن الكوميديا شوية وفي نفس الوقت اخر اعماله كانت هو وعلي ربيع رمضان اللي فات بمسلسل عمر وديام وتختلف او تطفك على مسلسل عمر وديام بس برضو في الاول في الاخر مش هقولك ان هو نجح النجاحل طي يعني ازاي نجح كده والكلام ده بس في الاخر برضو نجح فيه ناس اتفرجت عليه كتير وانا من ضمن الناس لو انتم فاكرين في رمضان ان انا اتفرجت على الاول ثلاث اربع حلات معركات سحلت في مسلسلات كتيرة جدا فكان غصبا عني اتفرجتش على عمر وديام اما النجوم اللي انا هقولهم اللي اتنين دول كانوا فاجئوني تماما فاجئوني تماما فعلا يا جماعة وبشكر بتوع افلام تاني ان اما خلوني يتفرج على مسلسل اتنين في الصندوق رمضان اللي فات لان انا كنت متخيل ان هو هيبقى برضو نفس الكلام تا عمر وديام والسكتشات والكلام والكوميدي وكل حلقة هتبقى حاجة مختلفة والكلام ده وضحك وهزار ولو تفتكروا لما قلتلكوا على انطباعي على اول حلقتين قلت كنت اتمنى فعلا ان بالفكرة اللي هم عاملينها الجامدة والجديدة دي ان هم يقلبوه على طبع درامي كان هيبقى احلى واحلى وفعلا يا جماعة قد كان مسلسل اتنين في الصندوق هو مسلسل درامي عائلي في مشاعر وفي انسانية وجمال وحلو جدا وفي الاخر يأتي الكوميديا وده كان تحدي قوي وبير جدا جدا يخلينا نستنى اعمالهم اللي جاية والسنة الجاية هيعملوا مسلسل ايه يبقى مختلف تماما عن اللي هم عملوه وكل النجوم اللي فاتوا دول اللي انا قلتهم اللي هم كرجالة يعني اللي تلعو الوجوه الشابه من مصرح مصر هم دول يعتبر دلوقتي بهم يعملوا كل حاجة لوحدهم ممكن يعملوا مسلسل لوحدهم فيلم لوحدهم وعلي ربيع بيعمل خير وبركة وحسن وبقلوس محمد عبد الرحمن كل الناس بقت ليهم اعمالهم الوحدة وكده كده اختلفت او اتفاقت معاهم او شايف ان هم مش كويسين او شايف استصراف زيادة او الكلام ده فالمنتجين عمرهم حيتجسفوا بقى ان هم يخساروا فلوس ويفضلوا يعملوا لهم اعمال كل سنة وبقام خلاص لازم يعملوا عمل او عملين في السنة نيجي بعد دلوقتي مثلا للفنان اللي برضو طلع مع مصرح مصر كريم عفيفي من دمن الممثلين اللي لسه ماخدش حظه قوي في مصرح مصر ومعين دمه خفيف جدا ولزيز جدا وطلته حلوة ولزيزة لكن في نفس الوقت يعني لسه بدري لسه بدري هو لسه شابه قدامه الدنيا طويلة جدا ويعني خيره المثال على كده لما محمد سعد جابهه في انترفيو قبل كده وقال انا الفنان اشرف عبدالباي انا كنت بطلع معاه في المصاحيات برضو اللي هو بطلع كده يعني جنب اشرف عبدالباي مش وجه جديد بس اللي هو دوره صغير جدا وشوفه في الاخر محمد سعد جات له النجومية امتى يعني في اواخر التلاتينات في نص الاربعينات حاجة زي كده فهي بتاعت ربنا وكده كده واحدة واحدة طالما انت بتكتهب اما الفنان محمد انوارز وزي ما انتو عارفين ان انا بتكلم بكل صراحة فانا من ضمن الناس الصراحة يعني يعني ما بستصرفوش ما بقولش عليه سخيف الدم وريخ مبايخ بس انا يعني مش من ضمن محبين وكام وشاهدة لكن الراجل انا معرفوش شو هو الراجل ممكن يبقى تمام وزي الفل يعني ملاش دعا وبرده يا جماعة مش عايز انسى حد الفنان ابرام سامير بيدحكني جدا وخاصة المشاهد اللي ما بينه وما بين علي ربيع انت ايه وفاكرة ان امه كانش بيتكلم عشان مش معاه مايك دي ضحكتني وفتصيتني بديح كان عمري منسى المقطع ده مثلا اما نتاجي على الفنانات فا امه مش كتير خالص بس اللي اكسر توهجا في كلهم يعتبر وبقيت تشوفها يعتبر لازم في كل عمل كوميدي الفنانة دينا محسن ويزو اللي كانت بتدحكني جدا في الاول وبقول لكم بصراحة كانت بتدحكني كان اه اشتا في الاول لكن من بعدها يا جماعة الموضوع مش عارف انا مش عارف يعني هي بصوا قراء في الاول في الاخر قراء فيه ناس بالنسبة لهم ايه دي احسن حاجة في مصر احمص وفيه ناس بالنسبة لهم انا من ضمن الناس اللي شايف كتير قوي يا جماعة التنمر على التخني ده كتير يعني مش بتكلم هي اه متقبلة موضوع موضوع بالنسبة لهم يظهر وكل الكلام ده بس انا بكلمك انا كمشاهد انا كجمهور مش حازهق يعني انا فكرة ان انا اه ايه ده ويزو تلعت في فيلم اه ويزو تلعت في مساحية اه ويزو تلعت في مسلسل دلوقتي اول ايه في حاله ايه يا افضارفيل ايه يا فيضان انت اكلت يلا انت ازاي الموضوع بقى مطول ورخم والرياكشنات بتاعتها برضو بقت مطولة ومرخمة فانا مش عارف يعني اتمنى برضو من ويزو ان هما يعني يفكروا في حاجة غير ان هو اتخن وكده ويعتمدوا ان هي كوميديانة وتعمل سكريبت وتتكلم في حاجات تانية لكن مش ايه فراخ بانيه وكفتة بانيه وكلمة انيه وكلمة انيه وكلمة انيه واجهة الفنان حمدي المرغاني فهيا من بعد مصح مصح غالبا نعملتش اي حاجة وبعد متجوزت برضو ونعملتش اي حاجة فاحنا مش عارفين هي هتعمل حاجة ولا لأ بس عمية احنا منتظرين كده كده ومن دمن الفنانات برضو اللي مشين سلمة سلمة كده واحدة واحدة وماشى في الطريق الصح انا بقولك اهو ماشى في الطريق الصح وهيا الفنانة سارة درزاوي ولو تفتكروا ان كان اخر اعمالة عملائتها في رمضان اللي فات كان يعتبر المسلسل الكوميدي اللي هو اسمه وعجب ناس كتيرة جدا بس انا وغاد دلوقتي لسا ما شفتوش الصراحة ولسا عمر دلوقتي بيقول لي غالبا ان انا ما جبتش يعني ما قلتش قسقس وحمد المرغاني يعني بس الناس عارفين طبعا اتنين في الصندوق وهم غنية عن التعريف يعني احلى مسا على حمد المرغاني وقسقس ويعني اه بقى عجبني اتنين في الصندوق جدا يعني برضو يعني فعلا ان الصراحة يعني عجبني وطبعا يا جماعة كان معظم التأليف او هو تأليف مصر احمص والسكتشات دي كلها من تأليف المؤلفة الكوميدي نادر صلاح الدين ونادر صلاح الدين عمل افلام كوميدي كتيرة جدا من اللي قلبك بيحبها زي بوحة واللي بالي بالك واللي بتمانية جيجا ويعني حاجات كتيرة بتحبها وتفضل عيشة في ذاكرتك الكوميدية الجميلة وبعد سبع مواسم من النجاح المتواصل وفعلا يا جماعة الناس تعلقت بيهم جدا درجنا الناس كتير قوي من صحابي زي زكي مثلا كان يحب يحجز على طول ويروح المصرح ويتفرج عليهم وكانت حاجة بالنسبة له لازم اتفرج على مصرح مصر كده كده وبالنسبة للسلبيات بالنسبة لي كمصرح مصر حاجة بسيطة جدا بس بالنسبة لناس كتيرة انا زي بقولك وهي قراء بالنسبة لناس كتيرة جدا ده كوميدي وحلو كده بس كنت حس ان في افوارة كتيرة قوي في موضوع الخروج من النص خروج من سكريبت ودخلنا في مواضيع عائلية ودخلنا في مواضيع مشاكل عاست ان هو كان الخروج عن النص كتير الصراحة وزي سنة الحياة كل حاجة ليها نهاية انتهت بعد رحلة سبع مواسم يوم 11 اغسطس 2019 ودي كانت اخر اعمال يعتبر مصرح مصر كلهم ككل كمصرحية او عمل ومن بعدها طبعا القائد اشرف عبد الباقي بيقوم دلوقتي بحاجة مهمة جدا وهو اكتشاف مواهب جديدة في مصرحيته الجديدة جريمة في المعادي الراجل مسكهم كده من ايديهم ووصلهم للنجومية عمل عليه احلى ميسة عليكم هروح اكتشاف ناس جديدة ويطلعوا وهكذا 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 وطبعا هنتوقف عند الفنان الكبير اشرف عبد الباقي قبل نهاية الحلقة بس انا دلوقتي في حتة قبل قبل نهاية الحلقة وعايز اقولك حاجة مهمة جدا اختلفت او اتفاقت على مصرح مصر فيه ناس كتيرة جدا بتحبش الكوميديا بتاعت مصرح مصر ناس كتيرة زي مثلا فنان الكبير محمد صبحي قال لأ مصرح مصر دي مش مصرحية مش عمل مصرحي والكلام ده بس في الاخر احب اقولكو كلكو يعني من الاخر يا جماعة مصرح مصر فعلا رجع واحيا المصارح في مصر شوف للمصرحيات وشوف لكل الاعمال المصرحية كانت قابل مصرح مصر كانت عاملة ازاي في مصر يعني حلوة نفس الوزن والقافية ومن بعد مصرح مصر يلا بقى كايرو شو مصرحية على الدين وعلى عزال قوم وعلى عاجات كتيرة جدا وابتدت بقى المصرحيات ترجع وترجع وترجع وبردو عايز اقول برضو للفنان الكبير محمد صبحي اللي هو يعتبر بدون نكاش يا جماعة افضل مخرج مصرحي بدون نكاش يا جماعة هو الراجل تقيل جدا وبروفيسور وجامل جدا ومع احترامي ليه بس احب اقول فعلا فعلا ان بعد مصرح مصر محمد صبحي رجع اساسا للمصرحيات كان فيه فترة يعني هو حتى مغامرش او طلع عمل مصرحية في الفترة بتاعت الجفاف دي لكن من بعدها اهو دينا شوفنا نزل اخيرا بعد طول السنين مصرحية خيبتنا اللي نزلت غالبا على تن ولا اون تيفي ولا النهار حاجة كده هو موجود على اليوتيوب عمتا وفيه برضو عمل مصرحية بعديها وكان عامل في الفترة اللي هي بتاعت الجفاف دي قابليها برنامج اسمه مفيش مشكلة خالص وكان بيعمل اسكتشات كوميديا فيها يعني حتى معملش مصرحية كاملة وطبعا رسالتي للقائد اشرف عبدالباقي يا جماعة بصوا يا جماعة حاجبها لكم من الاخر خالص يعني ايه ممثل يشيل وجوه جديدة او يعني يطلع نجوم جديدة او يكتشف مواهب جديدة ويطلحوا يخليون جراء ويبقوا نجوم وكل الكلام ده هو ده المثال يلخص في اللي عمله اشرف عبدالباقي مع عبدالباق مصرح مصر ما شفتش في حياتي بجد نجم يتنازل عن كل حاجة مقابل ان النجوم دي تطلع انت فاهم المعنى يا معلم انك انت تروح مصرحية انت كده كده انت رايح ليه يعني انت قبل ما تعرف النجوم توح مصرح مصرح انت هتروح مصرحية عشان بطولة اشرف عبدالباقي نجم الكوميديان الكبير الليه تاريخ طويل ومقترب وكبير ويشرف اي حاجة فابتدى يجذب الناس والناس بتدى تفرج عليه والناس بتدى تحب كل الناس اللي حواليه لدرجة ان هو خلاص كان بيسيبهم يا جماعة كان يطلع بس كده اللي هو خلاص انا جيت اهو يلا العبوا انتوا وعيشوا واتحكوا وعملوا عايزكم تطلعوا الكلام ده دي حاجة يا جماعة تحترم جدا كل النجوم الكبار عارفين ان هم اكتشفوا ناس كتيرة جدا بس كانوا على طول يطلعوا ميه مشهد اطلع معايا في فيلم كده الناس هت عبتدي تعرفك واحدة واحدة والكلام ده الراجل خليهم نجوم على طول فتحسب له تماما للنجم الكبير اشرف عبدالباقي اللي احنا نتمنى ان كل ابناء جيله يعملوا زيه الصراحة لان هو منفرد في الحتة دي هو قال قبل كده ان هو عمل اساسا مصرح مصرح عشان ما كانش جايله لسكريبتات وما كانش يلاقي شغل للحاجات اللي هو كان نفسه يعملها تبتدى قال خلاص هطلع بقى ابناء جيل جديد وكل الكلام ده قالك زي جيل انا ولما كنت انا وهنيدي وعلا وكريم عبدالعزيز وكل الكلام ده كنا جيل جميل فانطلع اجيال تانية وتانية وتانية وده رسيلة تانية لكل ابناء جيل اشرف عبدالباقي يعاني حاجة تشرف وحاجة عظيمة جدا وتفتخر بيها الصراحة ب smoke at ت LOVE هو بالنسبة للناس اللي انفسها هتمثل او تطلع او عندها موهبة وانت والكلام ده هو بالنسبة لهم المؤلم الواحد اللي سينجبني كدا كدا بس يا معلم ده اللي اقدر انهولك عن نجوم مصرح مصر واجيه مصرح مصر ونتمنى ان يشوف حجيال اكتر واكتر 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 ولو طبعا عجبتك الحلقة دي عايزك تدوس لايك وشير وسبسكرايب للقناة لو اول مرة وعايزك تشارك على انسجرام فيج والفيسبوك فيج دوس على جرس التنبيه عشان تجي لك الحلقة اول باول واحلى ميزة عليكم مشوار حياة اتكمل وما حدي تاني يا بعبي اقعب ما خطت تاني حياة هلا بالتاولاي مررور